اشتركوا في القناة في فترة البرنامج برنامج نحو الهدف الناس اللي مش متابعة البرنامج او لسه اول مرة تشوفنا النهاردة هديهم بس فكرة زغنطوطة كده عن البرنامج احنا برنامج بتاعنا اسمه نحو الهدف هو بيسعى دائما الى الوصول الى الهدف الحقيقة هو برنامج بيناقش قضايا مهمة جدا تهم كل فرد من افراد الاسرة وبالتالي كل فرد من افراد المجتمع بحاول كل اسبوع ان انا اجيب لكم موضوع مهم الناس بتشتكي منه شكاوى كتير وده بحسه من خلال الفلو او العدد بتاع العينين في المستشفيات او في العيادات او كده ان بيبقى فيه ظاهرة كل فترة كده بتحسسني ان فيه قضية لازم ان انا اناقشها مع حضراتكم مخصوصا ان الناس كتير ما بتقدرش تتواصل مع الاطباء او ما تعرفش توصل لحد متخصص تسأله على المعلومة الطبية الصحيحة اللي هي بتبقى مطلوبة من المطلوب ان الام تعرفها او الاب تعرفها او راع الاسرة او وتيفر يعني علشان كده احنا بنهتم دايما في برنامجنا برنامج نحو الهدف ان احنا نناقش قضية بتمس الاسرة من جميع افرادها وجميع الاعمار النهاردة احنا هنحاول نتكلم في برنامج نحو الهدف النهاردة عن الفرض مهم اوي من افراد الاسرة اللي هيبقوا شباب بعد شوية وهيبقوا رجال ومسؤولين عن اثر ومسؤولين عن مجتمعات وهكذا اذا الاهتمام بالطفل من الصغر دي حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نخصص لها حلقة بل مش حلقة هو الحقيقة هتبقى سلسلة من الحلقات نهتم بيها فيها بالصحة النفسية بتاعة الاطفال وكيفية ارشاد الاب والام على الطريقة الصحيحة علشان نطلع نشأ نفسيا سليم اش معنى الحتة النفسية دي انا باهتم بيها اوي اولا الحتة النفسية النفس هي خلق الله يعني ربنا هو اللي خلق النفس وعشان كده احنا بنناقش خلق عزيز جدا 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 اللي هو النفس البشرية وعشان كده انا بحب اهتم اوي بالاطفال وتنشئتهم لان الطفل لو طلع كوي مزبوط نفسيا سويا هيبتدي تلاقي صحته الجسدية كويسة وحتلاقي سلوكه مع الاخرين سلوك سوي ومنتظم في التعامل وحتلاقي سلوكه مع الاب ومع الام ومع الرعي بتاعه يعني رعي الاسرة سلوك سليم تصرفات مصبوطة قرارات مصبوطة تقدر تعتمد عليه في المستقبل اعتماد كبير في كل مناحي الحياة علشان كده احنا بنخصص مجموعة من الحلقات للاطفال والصحة النفسية للاطفال والطرق السليمة للتعامل مع الاطفال والطرق السليمة لتعامل الاطفال مع الاهل او مع الاصدقاء المحيطين الحقيقة احب في الاول بس يعني اعرف يعني ايه طفل طفل يعني ما هو دون الستاشر كل اللي تحت الستاشر ده يعتبر من الاطفال ترجمة نانسي قنقر